بسم الله الرحمن الرحيم بعد المقدمة العامة حول مفهوم القيمة الزمنية للنقود التي يدور حولها مقرر الرياضة المالية نبدأ في الباب الأول الفائدة البسيطة ونبدأ مع القانون العام للفائدة البسيطة القانون يقول I تساوي PV ضرب R ضرب N حيث I هي الفائدة المضافة إلى مبلغ حالي موجود مقداره PV PV هي المبلغ الحالي المتوفر للاستثمار وR هي معدل الفائدة الدوري وN هي الزمن بالدورات نؤكد مرة أخرى على قضية ارتباط معدل الفائدة بوحدة زمن أو بدورة زمنية ونؤكد على ضرورة التوافق بين وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة مع وحدة الزمن التي تقاس بها مدة الاستثمار احنا سبق وبينا في بعض الأمثلة قلنا شخص عنده ألف ريال وأراد استثمارها مثلاً لمدة سنتين في هاي الحالة منقول أنه المبلغ المتوفر حالاً هو PV ألف ريال N تساوي سنتين R هي معدل الفائدة مثلاً عشرة في المية طبعاً بينا أنه استثمار هذا الشخص سيقول إلى ألف ومئتين إذا كان معدل الاستثمار عشرة في المية ومدة الاستثمار تساوي سنتين خلينا ناخذ أيضاً القانون العام القانون العام للقيمة المستقبلية لاحظوا هون لما قلنا المبلغ المضاف هو ألف المبلغ المضاف هو ميتين إذن الرصيد هو إيش هو ألف وميتين الألف وميتين هاي من سميها F V القيمة المستقبلية إذن عندي P V اللي هي present value ألف ال F V اللي هي الألف وميتين I في هذه الحالة تساوي ميتين اللي هي الزيادة أو الإضافة إلى المبلغ الحالي ليأول إلى القيمة المستقبلية هذا الكلام موضح في قانون القيمة المستقبلية القيمة المستقبلية تمام حيث أن F V future value هي القيمة المستقبلية التي يقول إليها المبلغ المستثمر مستقبلا تمام طبعا كيف تحسب F V F V هي عبارة عن P V المبلغ الحالي مضافا إليه interest اللي هي الفائدة اللي حسبناها بالقانون P V مضروبة في R مضروبة في N إذن نضيف P V إلى P V في R في N الناتج هو F V تساوي P V في واحد زائد R N نطبق هذا القانون بمثال المثال الأول أودع شخص مبلغ 5000 ريال في حساب في أحد البنوك بفائدة بسيطة بمعدل 4% سنويا ولمدة سنتين آ إيش المطلوب المطلوب ألف احسب الفائدة المستحقة لهذا الحساب في نهاية المدة ب احسب جملة أو رصيد الحساب في نهاية المدة قبل ما نبدأ بالحل خلينا نفهم إيش المعطيات الشخص هذا أودع مبلغ 5000 ريال موجودات لديه حالا إذن 5000 ريال موجودة حالا بمعنى آخر P V تساوي 5000 تمام بمعدل فائدة بسيطة إذن أعطاني R تساوي 4% 4% سنويا ودائما لا ننسى قضية وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائد ولمدة سنتين إن تساوي 2 سنة لاحظ سنويا وسنتين تمام حين إذن بالرسم منقول إنه في الزمن الحالي عندي 5000 مستثمرة بمعدل 4% لمدة سنتين المطلوب هذه P V المطلوب كم تساوي F V المطلوب كم تساوي F V وكم تساوي أيضا I كم تساوي I وكم تساوي F V طيب حل المثال رقم واحد ألف بالقانون I تساوي P V مضروبة في R مضروبة في N طبعا إحنا حددنا P V 5000 وحددنا R تساوي 4% وحددنا N تساوي 2 فإذا ضربنا 5000 في 4% طبعا نلاحظ أنه 4% يا إخوان يمكن إدخالها في الآلة الحاسبة بهذا الشكل 0.04 هاي 4% إذن 5000 مضروبة في 4% مضروبة في 2% يعطيني الناتج 400 ريال يعني سيحصل هذا الشخص على 400 ريال في نهاية السنتين كفائدة مضافة إلى إيش إلى أصل المبلغ اللي هو ال5000 فسيكون الناتج 5000 مضافا إليه 400 ويساوي 5000 و400 طبعا بالقانون العام FV تساوي PV في 1 زائد RN نفس النتيجة 5000 مضروبة بين قوسين في 1 تمام زائد 4% في 2 فالناتج هو 5400 مثال 2 أودع شخص مبلغ 5000 ريال في حساب في أحد البنوك بفائدة بسيطة بمعدل 4% سنويا ولمدة 8 10 شهرا المطلوب ألف احسب الفائدة المستحقة لهذا الحساب في نهاية المدة با احسب جملة أو رصيد هذا الحساب في نهاية المدة أيضا منقول أنه PV تساوي 5000 وR تساوي 4% سنويا تمام ونون أو N تساوي 18 شهرا لاحظ المعدل سنوي والمدة إيش المدة شهريا المعدل سنوي تمام والمدة بالأشهر إذن نلاحظ عدم التوافق بين وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة ووحدة الزمن التي تقاس بها مدة الاستثمار خلينا نشوف كيف رح نتصرف بعد شوي بس نمثل طبعا هو نفس المثال السابق لكن غيرنا في ايش غيرنا في الزمن بحيث أعطينا زمن بالأشهر نفس الفكرة عندي خمس آلاف حالا وعندي في نهاية ثمنتعشر شهر في نهاية ثمنتعشر شهر احنا طبعا هذه قلنا PV مطلوب مننا في نهاية الثمنتعشر شهر الف ومطلوب مني الآي اللي أضيفت تمام علما بأن المعدل هو أربعة في المية سنويا نعم أربعة في المية سنويا بينما هاي ثمنتعشر شهرا خلينا نشوف الحل الاحتساب الفائدة بنحسبها بنفس الصيغة الرياضية I تساوي PV مضروبة في R مضروبة في N طبعا لاحظوا هون احتسبنا I المبلغ ما عندنا في أي مشكلة أربعة في المية سنويا لكن الثمنتعشر هي ليست ثمنتعشر عام وإنما ثمنتعشر شهر عشان تتوافق الأربعة في المية السنوية سنويا مع الثمنتعشر شهر قمنا بتحويل ثمنتعشر شهر كم تساوي سنوات فقسمناها على اثناش يعني الثمنتعشر شهر هم سنة ونصف الثمنتعشر شهر هم سنة ونصف تمام وبالتالي قلنا بأن I تساوي خمس آلاف في أربعة في المية سنويا في ثمنتعشر عثناعشر اللي هي واحد ونص سنة الناتج هو ثلاثمائة ريال طيب المطلوب با كيف منحسب القيمة المستقبلية طبعا القيمة المستقبلية هي عبارة عن F V تساوي P V مضافا إليها I إذن هي تساوي خمس آلاف زائد ثلاثمية خمس آلاف وثلاثمية بالصيغة العامة منحصل على نفس النتيجة بالصيغة العامة للقانون منحصل على نفس النتيجة مثال رقم ثلاث في موضوع الفائدة البسيطة أودع شخص مبلغ خمس آلاف ريال في حساب في أحد البنوك بفائدة بسيطة بمعدل نصف في المية شهريا ولمدة ثمانية عشر شهرا لاحظ P V تساوي خمس آلاف لاحظ أن R تساوي نصف زيرو دوت 5 percent شهريا ولاحظ أن المدة N تساوي ثمانية عشر شهرا إذن شهريا شهرا توافق بين وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة مع وحدة الزمن الذي أو التي تقاس بها مدة الاستثمار إذن لما نحسب المطلوب الأول الفائد البسيطة المستحقة في نهاية المدة والجملة ألف وبا التطبيق مباشر على القانون ألف I تساوي PV في R في N إذن I تساوي 5000 في نصف في المية في 18 ما قلنا 18 على 12 ليش لأنه 5 بال 10 في المية يعني نصف في المية هذا معدل شهري والمدة بالأشهر فما منحتاج إلى التعديل ولذلك منضرب على طول 5000 في نصف في المية في 18 شهر الناتج 450 ريال بس ملاحظة النصف في المية تساوي إذا بدك تدخلها في الآلة الحاسبة 0.005 يعني 5 بالألف اللي هي نصف الواحد في المية إذن الناتج 450 ريال طيب لو أردنا احتساب الجملة أو الرصيد القيمة المستقبلية تمام القيمة المستقبلية PV ببساطة تساوي عفوا PV زائد I تساوي F V يعني القيمة الحالية مضافا إليها الفائدة تساوي القيمة المستقبلية وبالتالي إحنا منقدر نجمع 5000 5000 زائد 450 الناتج 5450 طبعا بالقانون العام بيطلع نفس الناتج بالقانون العام إنك تاخد 5000 تضربها في بيم قوسين واحد زائد خمسة بالألف مضربة في 18 بيطلع الناتج هو 5450 موسيقى ترجمة نانسي قنقر